هو ده مستحيل أننا ناكل ونستمتع باللي احنا عايزينه من كان ما ندخل ما تخترعون لنا حاجة أنتوا صيادلة وناس بتوع ساينس يعني صح بصي الأكل نعمة نعمة جميلة جدا والصحة كمان نعمة يعني الاتنين نعم من نعم ربنا مدهالنا وفكرة أن أنا أحرمك من نعمة من النعم دي بتبقى حاجة مش كويسة وبتبقى حاجة لها امباكت أو عامل مؤثر على النفسية مش كويس في الاتنين سواء أن أنا أحرمك من الأكل أو أحرمك من الصحة خلي بالك أنا لو سبتك تاكل اللي أنت نفسك فيه وزبتك وتاكله كذا وكذا وكذا هتتبهدل صحتك هتتعبيب أنا كده بحرمك من نعمة الصحة وزي ما بيقولوا كده دايماً إيه؟ الوقاية خير من العلاج أنا دايماً بقول لو عندك مثلاً حنفية مفتوحة وبتنزل مية خلاص أني أحسن لي أني أحسن لي أشيل المية دي ولا أقفل الحنفية؟ أقفل الحنفية أقفل الحنفية لأن المية هتفضل نزلة على طول أفتحها وقت ما أنا عايزة وأففلها وقت ما أنا عايز هي دي فكرة الوقاية اللي هي خير من العلاج طيب كده دخلنا في نقطة تانية أن أنا هحرمك من الأكل ترجمة نانسي قنقر